وبالتالي المنظوم هتمشي زي؟ أول حاجة اللي ينجح إدارة المخلفات هو الفصل من المنبع دي نقطة مهمة جداً ويمكن أستاذ المشاهدين مش عشان ما نصعبش عليهم الموضوع هم كسين كيس فيه الحاجات العضوية وفيه كيس فيه حاجات البلاستيك والورق والمخلفات الأخرى سهل جداً مش محتاجة يعني أربعة وألوان ونصعب على الناس الدنيا سهلة جداً ووسيطة بس نخلي بأن المخلفات العضوية دي ما نحطش أكل لأن العالم كل الوقت يتكلم على موضوع الأكل وإزاي أن إحنا نحافظ على الأكل طبعاً ما نرميش أكل في المخلفات ونقول إن دي مخلفات أن إحنا عندنا يعني صفيحة المخلفات المصرية 60% عضوية وده رقم كبير 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 فده معناه فيه إهدار كبير للغزاء بالزبط فيه إهدار للغزاء يمكن يعني المنظومة بتاعة اسكندرية اللي بدأت المنظومة الذكية حسبوا إن تقريباً بيطلع مواد غزائية حوالي يعني نص كيلو إلى شوي وده رقم كبير كل يوم يعني ده بالزبط فده رقم كبير طبعاً إحنا بنقسم بقى إيه كل اللي بيطلع على عدد السكان طبعاً فيه ناس أسر بسطاء وكل حاجة لكن فيه ناس بت حضرتك يعني أبسط مثال لما بتروح تاكد يعني يومين في الغرداء أو ثلاثة والأوبن بوفيه والحاجات دي كلها بتاخد أكل كتير جداً وبتهضر كتير جداً وبترمي كتير جداً وأفراح والمناسبات كل كلام ده بيهضر ونفسي أعرف ليه أوبن بوفيه بالزبط حضرتك خد اللي إنت عايزه وكل ما يخلص ومهت تاني لأ مش معقول مستكترك العشر خطوات إحنا عندنا إيه الثقافة نجيب 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 نحطها على الترابيزة وبعدين المعدة هتاكل إيه يا أستاذ يوسيف يعني حاجة بسيطة والآخر هيروح فين ما خلاص أصبح مخلف لأنه يعني ما عادش يرجع تاني وبالتالي أصبح ده مخلف